الشجرة الملعونة في القرآن ما هي بنو أمية وإن ذكر هذا في رواياتنا الشجرة الملعونة هي سقيفة بني ساعدة بنو أمية من ثمار تلك الشجرة والعباسيون من ثمار تلك الشجرة الملعونة ألا لعنة الله على أعداء محمد وآل محمد من أولهم إلى آخرهم الوائلي يمدح العباسيين نثرا وشعرا لماذا؟ علامة واستفهام كبيرة أنتم أجيبوا على هذا السؤال رجاءً اعرضوا لنا الوثيقة 32 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائلي كان أقبح الناس كان الرشيد يلعبوية جبيدة يوم من الأيام يلعبون قداع قمار فبأتنا القداع وبأتنا القمار قالتنا اشترفك عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد وفعلا غلبته قالها أنت محكمة بما تريدين قالت للابد وأن تضاجع مملوكتك هاي جاريتك تضاجعها جارية من أقبح الجوارئية كانت نعم زاجعها طلعت المأمون وترى المأمون ماكو أروع منها لا تتصوي المأمون لك ما تلقى له نظير عند العباشيين أبدا مأمون روعة يعني نموذج جدا رائع مشرف وترى المأمون ماكو أروع منه هاي لا تتصور يعني المأمون ما تلقى له نظير عند العباسيين أبدا المأمون روعة يعني فهذا نموذج جدا رائع مشرف رجاء اعيد بث الوثيقة كان اقبح الناس كان الرشيد يلعبوها جبيدة يوم من الايام يلعبون قداح قمار فبقى اثناء القداح قالت اشترفت علي اذا غلبته ان يحكمها بما تريد وفعلا غلبته قالها انت محكب مما تريدين قالت للابد وانت ضاجع مملوكتك جاريتك اضاجعها جارية من اقبح الجوارئية نعم ضاجعها طلعت المأمون وترى المأمون ماكو اروع منها لا تتصوي عن المأمون ما تلقى لنظير عند العباشين مأمون روعة نموذج جدا رائع مشرف المأمون روعة الأحاديث عن آل محمد تلعنه وهذا يقول عنه روعة المأمون روعة يعني فالنموذج جدا رائع مشرف الى الوثيقة رقم 27 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلال وبترية الوائلي وحتى المعتصم المعتصم انما غزة عموريا ليش غزة عموريا لانا يجلوه الخبر ان امرأة ضربها مسلمة ضربها جلواج على وديها صاحة وامع صماح المعصم هذا هو نقلوه للخبر قالو له مجبتك يعني استنجدت جيك صاحة وامع صلاح ومجريدك بينما هي المرأة كانت تقول وامع صلاح والرجل على هالكلمة جهز لديه وغزل منطقة وحرر النشاء المسلمات وضعب مثل غائع بالمجبة زين اشياريت عدم شيء من نخوتهم اي والله ومن رجولتهم في تلك الايام ما عدم اعلان نساء المسلمين في كل مكان تسبع وتضرب واحنا تمام اخذ من عدنا خطب اخذ من عدنا استنكار ابتداد سديد اللهجة ما يقول واحد من السعراء رب وامع صماح انطلقت ملأ افواه الصباو الوثمي لامتت اشماعهم لكنها لم تلامس مخوة المعتصمي اسمعي نوح الحزانة وطربي وانظري دمع الوثامة وابسامي يا ريت عندنا شيء من نخوتهم ايو الله ومن رجولتهم في تلك الايام يتمنى نخوة المعتصم ورجولة المعتصم المأمون حين بعث الرسالة الى بغداد الى بني العباس كان المعتصم في بغداد موجودا من جملة بني العباس حينما قال لهم انتم مخنثون مؤنثون المعتصم كان واحدا منهم هم هذه قضية عمورية هذه لعبة من العاب السياسة ومضحكة ومسخرة الكلام لا يقف عند المجالس هذه المجالس تسمى باسم الحسين وفي هذه المجالس يُعلى شأن منظومة خفث الولادة يُعلى شأن برنامج إبليس وآله هذه خطة إبليس وآله ينفذها الوائل وغيره من دون ان يشعر لان إبليس ينطق على ألسنتهم هذا ديوانه ديوان الوائلي طبعة مؤسسة البلاخ صفحة 345 القصيدة التي بعنوان بغداد نظمت عام 1960 ميلادي أول أبياتها بغداد ساء بك الهوى أم طاب سيظل وجهك رائعا جذابا إلى أن يقول الوائلي مادحا للخلفاء العباسيين ولقتلة أئمتنا المعصومين سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابة أي مجد مؤثل للرشيد الذي قتل إمامنا الكاظم ويظل للمؤمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب أي علوم وي آداب هذا قاتل الإمام الرضا وصدا لمعتصم يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب وهذا قاتل إمامنا الجوات هذا المنطق منطق العترة الطاهرة منطق منظومة طيب الولادة أم هو منطق منظومة خبث الولادة هذا هو المذهب الطوسي القذر الذي أحدثكم عنه هذا شذوذ عقائدي يستبطن الشذوذ الجنسي لا أتحدث عن شذوذ جنسي عند الوائل وإنما هذه ثقافة عباسية قذرة الثقافة العباسية القذرة تستبطن بنحو مباشر ونحو غير مباشر تستبطن مضمونها اللواطية الذي كان منتشرا في كل أنحاء المجموعة العباسية والتي ورثتها بعد ذلك المذاهب الخمسة المذاهب الأربعة مذاهب السقيفة بني ساعدة والمذهب الخامس القذر هو مذهبنا الطوسي مذهب حوزة النجف سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك بسحره جلبابا ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب وصدا لمعتصم يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال لحسان بن ثابت لازال روح القدس ينطق على لسانك ما كنت معنا ما كنت مع محمد وآل محمد ما كنت ما دحنا ما كنت معنا لأن النبي كان يعلم بأن حسان ابن ثابت سيتحول إلى جهة السقيفة الملعونة إلى جهة السقيفة بني ساعد وفعلا هذا هو الذي حدث النبي كان يقول لحسان ابن ثابت روح القدس معك ينطق على لسانك ما كنت معنا إمامنا الرضا قال لدعبل الخزاعي حينما أنشده التائية ووصل إلى ذكر الإمام الحج فقال يا خزاعي لقد نطق روح القدس على لسانك بهذه الأبيات بخصوص البيتين الذين ذكر فيهما صاحب الأمر لقد نطق روح القدس على لسانك روح القدس ينطق على ألسنة الصالحين من أولياء علي وآل علي لكن هؤلاء من أمثال الوائل هنا في هذه الأبيات ومن أمثال الحبوب في أبيات الخمريات واللواط وأمثال ذلك ينطق على ألسنتهم الشيطان النجس ولا ينطق على ألسنتهم روح القدس الشيطان النجس هذا هو الذي ينطق على ألسنتهم وإلا فما هو هذا المنطق ما هو هذا المديح نثراً وشعراً لأعداء العترة الطاهرة ولرموز الشذوذ الجنسي هذه ملامح وعلائم الضلال العباسي في المذهب الطوسي القذر ترجمة نانسي قنقر